بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي أيها المشاهدون جميعا ورحمة الله وبركاته في آخر الحلقة الماضية ذكرنا أن للجنة ثمان درجات وكل درجة مولانا كل باب من أبواب الجنة مكتوب عليها عبارات فيها عبر أخلاقية كثيرة لكن يدخل منها أصناف من الناس التي هذه الدرجات بعضها بجنب بعض الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والأولياء إلى آخر يدخلون من أبواب شتى للجنة الجنة في القرآن الكريم لها عدة أسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة في القرآن الكريم بعدة أسماء من جملة أسمائها يقال لها جنات الفردوس يقال لها جنات الفردوس هذه أحد الأسماء التي موجودة في القرآن الكريم من جملتها يقال لها جنات عادن العادن عن الدائمة جنات عادن الغير منقطعة هاي اثنين يقال لها جنات النعيم في القرآن أيضا ذكرت بجنات النعيم هاي ثلاثة كذلك يقال لها دار الخلد خالدين فيها أبدا اللي يدخل إلى الجنة بعد خروج منها ما يطلع مولانا دار المقامة يقيمون فيها أبدا بعد طلع من الجنة ماكو ولهذا هذا الدليل هاي أحد الأدلة على أن آدم عليه السلام لما طرد من الجنة ذيك الجنة ليست هذه الجنة التي عرضها السماوات كعرض السماوات والأرض إنما هذه جنة في الدنيا وإلا ذيك الجنة مولانا الذي يدخل فيها يكون فيها خالدا ما يطلع منها مولانا بعد يقال لها جنة المأوى يقال لها أعلى درجة من درجات الجنة يقال لها عليون فيها الأنبياء والأوصياء أفضل الجنات هذه من جملة أسمائها يقال لها دار السلام الجنة دار السلام لأنها تسلمك عن بعض الأمور من بعض الأشياء تسلمك أولا تسلمك من الهرم الإنسان بعد بالجنة شيب ما يشيب لحيث بيضة سير لا بعد مولانا المرى شباب سير مولانا عجوز لا بعد ما كوا كل الناس يرجعوا الشباب شباب ولهذا رسول الله صلى الله عليه ورسلم دخلت عليه عجوز قالت لي يا رسول الله أدخل أنا إلى الجنة أنا أدخل بالجنة إنه بيشاف عجوز وتعبانا ومكسرها مولانا قالها أنت هكذا أنت هكذا بهذه الهيئة أنت هكذا لا تدخلين الجنة طلعت العجوز تبكي وشاب عظيم مولانا النبي قال أنت ما تدخلين الجنة راح تخلي للنار ورسول الله هو الصادق قال أميضا لا تبكي وصل الخبر لرسول الله قاله يا رسول الله أن العجوز تبكي أنت قلت لها لا تدخلين الجنة قالهم أنا قلت أنت هكذا لا تدخلين الجنة أنت تدخلين شاب شباب عجوز ما تدخلين مولانا إذن أول شيء تسلمك من الهرم الجنة شياب ما بها ولهذا رسول الله يقول الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أكو جماعة أرادوا يتشذبون على رسول الله طلعوا مولانا قالوا وفلان وفلان سيدة كهول أهل الجنة شياب أهل الجنة هي الجنة وينها وين الشياب مولانا ساروا شياب أهل سادتها وضع مولانا سيدة شباب إذن مولانا هرم ماكو شياب ماكو تسلمك من الهرام الثاني تسلمك من المرض الإنسان لا يتمرض بعد حمى وصخونة ووجع بطن وصداع الإنسان صاح يسالم بعافية كاملة هذه ابتلاءات بالدنيا بالدنيا الإنسان يبتلي يتمرض لكن بالجنة بعد الإنسان يتمرض يكذلك لها بعد مولانا ثلاثة تسلمك من الآفات والعاهات لا يوجد أي شر لا يوجد شر يعني حيات عقارب آفات أمراض كل شيء ما يوجد مولانا هذه ثلاثة الرابعة مهمة تسلمك من الموت الذي يدخل للجنة بعد موت ما يموت يبقى فيها خالدا موت ماكو أصلا بعد مولانا موت في عالم الدنيا بعد هناك موت ما موجود وهذا حبيب قلبي الآن أنت لما ترجع إلى القرآن الكريم ترجع قبل لا أقرأ القرآن إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق يقول يؤتى بالموت ككبش أملح يجيبون الموت بين الجنة هذه الجنة والنار بين الجنة أمام الأنظار أنظار أهل الجنة وأنظار أهل النار يذبحون الكبش يقولون يا أهل الجنة أنتم خالدون فيها بلا موت حيات بلا موت ويا أهل النار أنتم حيات بلا موت بعد موت ماكو موت ومات وراح الموت وأضع مولانا خلص إذن موت بتجنة ماكو شيء جميل هنا أنا مولانا أنت تقرأ في القرآن الكريم تقرأ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ زين وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ أو مِمَّا يَشْتَهُونَ العفو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ فاكيحة مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ هذا لحم الطير سؤال القرآن الدقيق الله ليش ما قال طير قال وطير ليش قالوا ولحمي طير ما قالوا وطير قالوا ولحمي طير مما يشتهون طبعاك فرق أنت الآن تجيب لك طير الذبح يصير لحم كل واحد و الله يقول ولحمي طير و فقنا بعد الله ما قال وطير قال ولحمي طير الفرق لماذا؟ الفرق أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا الله نطاك طير الطير حي إذا حي يكون الذبحة إذا ذبحته يصير عنده ألم إذا صار عنده ألم يكون يموت الجنة لا ألم ولا موت ولا ذبح بيها ولهذا الله ما يقول لك أطيك طيور أطيك لحم طيور أطيك لحم طير جاهز يحب لحم طير يشتهي يشتهي لحم طير فلان أمامه جاهز قدامه شيرت بعد مولان لا شوي ولا يتعب ولا يذبح ولا يصلخ ولا يدوره ولا يصيت زين ولا يقنص خلاص بعد يجي لحم طير ما تشتهي الأنفس وتلذل أعين ولحم طير إذن دار دار السلام هذا بالنسبة إلى دار السلام فيها غرف بيت قصور قصورها عجيبة فيها غرف عالية طبعا الغرفة باللغة العربية الدار التي تبنى فوق سطح الأرض يسمونها غرفة الآن طابق ثاني عندك مثلا غرفة يسمونها غرفة الدار يسمونها غرفة لكن على الأرض تبنى يسمونها حجرة وهذا chapel войل titanium القرآن الكريم شي يقول من باب أن الجنة عالية الدرجات الجنة عالية وهذا يسمونها غرف القرآن شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري شوفوا الغرف شوفوا القصر تجري من تحتها الأنهار من تحت القرف أو أنت الآن أنت على القصر مولانا إن شاء الله أنت في الجنة وعلى القصر وفي غرفتك الماء يجري من تحتك شنو من ماء أي ماء ماء من عسل مصفى ماء مولانا غير آسن ما يتغير طعمه من لبن لا يتغير طعمه من خامر مولانا لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذا كل مولانا أنواع النعيم أنواع الأنهار يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر عليه السلام يقول فيما سأل به أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي أو قال علي عليه السلام بماذا بنيت يا رسول الله رجعنا اسمعني أبشر بالجنة أنتم يا شيعة علي أبشروا بالجنة وعلى القصر يقول بماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله شلون بانيها الله الله بانيها مو خلفل وبنه لا الله بانيها وأضع مولانا شي يقول النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي تلك غرف بناها الله عز وجل الله بانيها لأوليائه شلون بانيها بالله اسمعني بناها بالدر والياقوت بانيها الغرف بالدر والياقوت والزبر جد بعشير يريد مولانا سقوفها الذهب سقوفها الذهب سقوفها الذهب محبوكة بالفضة حيكينا حواكم ولا نمخيطينها بالفضة لكل غرفة منها ألف باب من الذهب زين على كل باب منها ملك موكل به هنيئا لكم يا أهل الجنة هنيئا لكم يا شيعة أمير المؤمنين هنيئا لكم يا من توالي هنيئا لك يا من توالي علي ابن أبي طهر سلام الله عليه هذه الجنة لشيعة الإمام علي علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إذا نحن موالي علي ابن أبي طالب وهو قسيم النار والجنة أن يدعنا علي ابن أبي طالب أن ندخل إلى النار لا هيهات لا هيهات هذا علي ابن أبي طالب هو الشفيع الأكبر يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وفاطمة الزهراء الشفيع العظمى يوم القيامة زين حبيبي هذا بالنسبة إلى غرف الآن نأتي إلى نساء الجنة نساء الجنة نوعين اسمحها مولانا نساء الجنة نوعين النوع الأول من نساء الجنة رسول الله يقول المرأة الصالحة الزوجة الصالحة إذا ماتت وهي في الجنة والرجل هم بالجنة اثنين هم بالجنة الله يجعل هذه المرأة حور العين علما للرجل كما كانت معه في الدنيا تكون معه وين في الآخرة مولانا تكون معه في الآخرة مثل ما هي في الدنيا موجودة بالآخرة موجودة فاليوم من الأيام اخواني احنا كنا نلقي محاضرة حول صفات الجنة وكذا فأحد الأخوة سألني نفس السؤال يبين أنه شاب عظيم من زوج قال الله يطيها العافية وكذا فقلت لأبوي إذا هي في الجنة سير حور العين قال لي عمي الجنة اللي بيها زوجتي ماردها زين مولانا هسائل من باب المزاح وإنما هي حور العين نوع عين الأولى بشرية والأولى حورية يعني ملك من الملائكة البشرية الزوجة الصالحة في الدنيا تكون في الجنة مولانا زين تشير حور العين إليها والنوع الثاني لا ملك من الملائكة الله سبحانه وتعالى يخلق حور عين يخلقها إلى الإنسان سبحان الله هذه لو تبسمت يقول الإمام الصادق عليه السلام لو تبسمت هذه البسمة مالتها تضيء الدنيا بأكملها من بسمتها وجمال بسمتها يقول الإمام الصادق عليه السلام حسناوات جميلات يقول القرآن الكريم كأنهن الياقوت والمرجان الياقوت مولانا حجر كريم ثمين جدا الله يشبه حور العين بالياقوت الياقوت والمرجان الياقوت عندنا أنواع عندنا ياقوت أبيض عندنا أحمر عندنا أصفر وعندنا أخضر وعندنا أنواع الياقوت موجود المرجان هذا سديد البياض شديد الصفرة ترى شديدة البياض هذه المرأة حور العين شديدة البياض ومن خصائص الياقوت أنه إذا إنسان مسه ولمسه لا يعدمه البريق واللمعان ترى براق ولمعان مولانا هذه بالنسبة إلى حور العين بالأناقة والصفاء والتألق في آية أخرى يقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون المضموم يعني وضع مولانا حور العين هي بالأصل حور العين بس القرآن يقرأ حور العين أو حور العين شدة بياض العين شدة بياض العين في شدة سوادها العين تكون بيضاء في شدة سوادها يعني جميلة للغاية وهذه حالة أجمل ما في العين هذه الحالة يقوله الإمام الصادق أجمل وغاية جمال العين غاية جمال العين شدة بياضها مولانا في شدة سوادها أجمل وغاية جمال العين حور العين الله سبحانه وتعالى بلاش ما ينطيها أكيد تحتاج إلى مهر ما هو مهر حور العين حور العين تحتاج إلى مهر مولانا أول مولانا بعض العلماء لا يعين لها مهرا يقول كل عمل صالح هو مهر حور العين العمل هو صالح التقوى الزهد مولانا العبادة بشكل عام هو مهر حور العين هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا يخصصون يقول صحيح مولانا مهر عام لكن لدينا مهر خاص أيضا ما هو المهر الخاص أسمع مولانا يوم من الأيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه الإمام سيد الساجدين الإمام السجاد عليه السلام طلع لابس ملابس مولانا كشخة ومرتب ومعطر مولانا ضارب عطر وطالع مغير الحذاء ماله ومغير عمامته الإمام سلام الله عليه وطالع نصر الليل فأكو جارية شافتها قالت لي ابن رسول الله جاري من جواري ابن رسول الله إلى أين ون رايح قالها أذهب خاطبا قالت لي إلى أين تذهب خاطبا نصر الليل طالع تروح خطاب وين يا ابن رسول الله قالها أذهب خاطبا إلى حور العين أروح أخطب حور العين قالت لي يا ابن رسول الله في منتصف الليل تأخذ حور العين قالها أما تعلمي أسمع أما تعلمي أن مهر حور العين صلاة الليل أن مهر حور العين صلاة الليل صلاة الليل مهر من مهور حور العين الإمام السجال عليه السلام يقول هاي وحده هذا المهر الأول المهر الثاني جميل وسهل أنا أدر بك بعد هذه بعد ما تنسى هذا العمل شنو مولانا دخل رجل على الإمام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله ألي حور العين مهر حور العين إلى مهر قال رسول الله نعم لها مهر قال ما هو مهرها قال مهرها أريدك وياه الآن قال مهرها الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد مهر حور العين الصلاة على محمد وآل محمد مولانا هذا مهر من مهور حور العين ولهذا القرآن يقول فيه هن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان ولهم فيها أزواج مطهرة في آية ثانية ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بعدين آية ثالثة شوف صفاته إنا أنشأنا هن إنشاء فجعلنا هن أبكار عربا أترابا عربا يعني متحببات مولانا متحننات إلى أزواجهن تحب زوجها تحن على زوجها مولانا الكريم هذه بالنسبة إلى زوجات ونساء أهل الجنة الآن نأتي إلى طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة طعامهم الطعام أنواع منها أكو شجرة في الجنة اسمها شجرة طوبة هذه شجرة طوبة أصلها في بيت رسول الله وبيت علي بن أبي طالب سلام الله أصلها في بيت رسول الله وبيت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن لها أغصان يقول رسول الله في كل بيت من بيوت الجنة غصن يدخل من هذا الشباك يطلع من ذاك الشباك من هذه النافذة يدخل يطلع من تلك النافذة مولانا غصن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا مر الغصن من هذا البيت يدخل مننا ويطلع منك مولانا هذا الغصن فيه ما تشتقيق الأنفس وتلض الأعين من الفواكه شي يريد؟ ماذا يتمنى؟ ماذا يقصد؟ ماذا يريد من الفواكه؟ من أطمار الجنة هذا الغصن الواحد يحمله لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة في متناول الأيدي تقدر براحة تنولها لا يوجد أي منع مولانا رسول الله يقول الثمار تدنو إلى أفواه أهل الجنة يومهم كل شي مولانا أو يأكلون ما يريد أكو أثمار فواكه موجودة مثل الرمان موجودة فيهما فاكهة ونخل ورمان النخل موجود الرمان النخل التين العنب هذا كله الطلح الطلح بعض العلماء يفسرونه بالموز هذا الموز هذا الطلح البلح البلح بعض المفسرين يفسرونه بالبطيخ وضع مولانا السدر أو النخيل العفو البلح يعني النخيل والسدر هي شجرة النبق يقول لك هذه موجودة أيضا أيضا في الجنة هذه لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني حتى شوكا ما بيها أنا أمد أيدي أرداق الثمرا حتى ما بيها أي مانع يمنعني حتى شوك ما بيها زين فيأكل الإنسان ما يريد من ثمار الجنة على هذه شجرة طوبة مولانا فيه سدر مخضود مخضود يعني مولانا منزوع من الشوك شوك ما بي مولانا هذه لحم الطير مولانا فاكهة مما يشتهون أو يتخيروا لحم طير هذه كلها موجود وضع مولانا الأثمار قريبة جدا يأكل من الطعام يشرب من الماء لكن لا يتغوط ولا يبول الله سبحانه وتعالى رسول الله يقول إذا تصبب عرق أهل أهل الجنة يتبدل إلى المسك والعنبر ما عدهم أي ممثل مثل البشر في عالم الدنيا وجنت جنتين دان وذلك مرانا حتى شرابهم حتى أنهارهم شوف الأنهار مولانا جنات عدن جنات تجري من تحتها الأنهار شنو هاي الأنهار فيها أنهار مختلفة من جملة هذه الأنهار مولانا أسمع في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن الماء إذا ظل لفترة طويلة يتغير بس هنا القرآن يقول هذا الماء لا يتغير غير آسن بعد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن هنا في عالم الدنيا يتغير طعمه يشير مولانا حامض أو قارص من الشربة يقرص اللسان يؤذي اللسان أو يشير بحموضة هذا لبن الدنيا هناك في الآخر شي يقول فالجنة يقول من لبن لم يتغير طعمه هاي اثنين أثلاثة وأنهار من خمر لذة للشاربين يستلذ من هذا الخمر بس مو هذا خمر الدنيا خمر الدنيا يكذك صداع خمر الدنيا ينزف العقل العقل يعني يروح مولانا الإنسان بمجرد أن يشرب الخمر يفقد عقله لكن في الآخر لا يصدعون عنها ولا ينزفون بعد لا يصير كذا صداع ولا ينزف عقله يبقى بكامل عقله ويستلذ من شربه وأنهار من خمر لذة للشاربين بعد هاي ثلاثة الرابع وأنهار من عسل مصفة أنهار من عسل مصفة هنا عدنا عسل في الدنيا غير مصفة هذا أنهار من عسل مصفة نعم لهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم هذه أنهار في الجنة ولهذا عندنا أنهار في الجنة مثل نهر الكوثر الذي مأخوذ من عيني تسنيم نهر الكوثر إنه أعطيناك الكوثر نعم وهو من عين تسنيم وعندنا أنهار أخرى مثل السلسبيل وعندنا عين مزاجها الكافور هذه كلها أنواع العيون والأطعمة أما لباس أهل الجنة لباس أهل الجنة يلبس ثوب واحد وهذا الثوب يتغير عليه كيفما يريد كيفما يشاء شيء يريد مولانا أي نوع من أنواع الثياب يريدها يتغير تتغير الثياب عليه كيفما يريد زيان ثوب واحد يتغير عليه كيفما يريد هذا الثوب إلى مولانا أمور حلوة جميلة بس هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولباسهم فيها حرير أسمع الآن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس السندس عن الديباج الرقيق واستبرق يعني الديباج الغليظ يقول رسول الله منسوج من الذهب هذا الاستبرق والسندس منسوج من ذهب خيوط من ذهب مولانا متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقة هذه كلها فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة في آية ثانية متكئين على فرش بطائنها من استبرق هذه كلها ثياب أهل الجنة كذلك كثير من النعم الموجودة إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا نعيم الجنة إن شاء الله وأن يوفقنا للعبادة والإخلاص وأن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأن يرزقنا زيارة أهل البيت في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة